السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله يا تسعر رح نبدأ في درس العامل المشترك الأكبر طبعاً هذا الدرس بيعتمد على الدروس السابقة اللي أخذناها اللي هم تحليل العبارة التربعية والفرق بين مربعين والفرق بين مكعبين ومجموع مكعبين لأنه رح نستخدمهم في التحليل المقادير الموجودة معنا لإخراج العامل المشترك الموجود بين المقادير قبل ما نبدأ في تحليل المقادير الجبرية لعواملها الأولية بدنا نتذكر كيف كنا نوجد العامل المشترك الأكبر لما كان معنا أعداد يعني مثلاً يام تاسع لو كان معنا العددين 48 و60 48 ومعنا العدد 60 هل العامل المشترك كنا نحللهم لعواملهم الأولية يعني نيجي نحكي 48 هي عبارة عن 8 في 6 وال8 عبارة عن 2 في 2 في 2 وال6 عبارة عن 2 في 3 الستين هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن 6 في 10 وال6 هي عبارة عن 2 في 3 والعشرة عبارة عن 2 في 5 طيب هلأ بعد ما حللنا الأعداد اللي موجودة معنا منتطلع منحكي في عنا 2 مع 2 مشترك في عنا 2 هاي مع الاتنين اللي هان هلأ 2 اتنين ما في عندي 3 مع مين مع 3 فإذا العامل المشترك هو الأعداد المشترك بين العددين فالعامل المشترك الأكبر منختصره في عين ميم ألف ويساوي اتنين ضرب اتنين ضرب ثلاث ويساوي اتنين ضرب اتنين اربعة اربعة ضرب ثلاث كم اتناش إذا لما كنا نوجد العامل المشترك للأعداد كنا نحلل الأعداد إلى أعواملها الأولية بعدين نشوف الأعداد المشتركة بين العددين نفس الحكي رح نستخدمه في تحليل المقادير رح نحلل المقادير الموجودة معنا إلى عواملها الأولية بعدين نوجد العامل المشترك بين المقادير خلينا نأخذ مثال يا تاسع خلينا نبدأ بمثال 11 لموجود صفحة 29 جد العين ميم ألف اللي هي حكينا اختصار لعامل مشترك أكبر لكل مما يأتي الأولى عنا سين تربيع ناقص أربعة سين تربيع ناقص أربعة وعنا سين تربيع زائد خمسة سين زائد ستة طيب بدنا نحللها يا تاسع كيف منحللها؟ نفتح أقواص نجي نفتح قوسين عندي سين سين عددين ضربهم أربعة اللي هم اتنين في اتنين عدد بيكون سالب والتاني موجب نفس الإشي منحلل المقدار الثاني سين سين بدنا عددين ضربهم ستة ومجموحهم خمسة اللي هم اتنين في تلات موجب موجب طيب نيجي منتطلع على المقداران اللي حللناهم في عوامل مشتركة بناتهم يا تاسع هلأ سين ناقص اتنين مش متكررة إلا مرة أشفي عندي سين زائد اتنين موجودة بالمقدار اللي بالأعلى وبالأسفل فإذا بيكون عين ميم ألف بهاي الحالة هو عبارة عن سين زائد اتنين سين زائد اتنين طيب كمان مثال لو كان عنا سين تكعيب زائد مية وخمسة وعشرين سين تربيع زائد اتنين سين ناقص خمستاش سين تربيع زائد خمسة سين طيب نبدأ بأول مقدار موجود معنا هذا فقش مجموع مكعبين بنفتح قصين سين زائد خمسة قص الثاني سين تربيع ناقص خمسة سين زائد خمسة وعشرين متل ما أخذنا في درس مجموع مكعبين المقدار الثاني قصين عندي سين سين عددين ضربهم خمستاش وطرحهم اتنين لهم عنا خمسة ثلاث الوسط للعدد الأكبر والعدد الثاني ايش رح يكون سالب سين تربيع زائد خمسة سين هاي العبارة ما بنقدر نحللها بس بنقدر نطلع منها عامل مشترك اللي هو مين؟ السين شو بيضل عندي هان؟ سين زائد خمسة طيب هلأ بنوجد عين ميم ألف بنطلع على الثلاث مقادير اللي موجودة معنا الثلاث مقادير اللي موجودة معنا إذا طلعنا في عندي سين زائد خمسة تكررت فيهم الثلاث فهي إذا رح تكون العامل المشترك الأكبر اللي هي سين زائد خمسة طيب كمان سؤال خمسة صاد زائد خمسة صاد تربيع ناقص واحد صاد تكعيب ناقص واحد طيب خلينا نحلل نبدأ في الأول هانا رح نطلع عامل مشترك اللي هو مين؟ الخمسة ايش بيضل معنا؟ صاد زائد واحد طيب نيجي للمقدار الثاني صاد ناقص واحد وصاد زائد واحد نيجي للمقدار الثالث صاد ناقص واحد نفتح قوس صاد تربيع زائد الأول في الثاني زائد الثاني تربيع طيب هلا بدنا نوجد عين ميم ألف نتطلع على الثلاث مقادير اللي موجودة معنا هلا عنا فيه إشي مشترك بناتهم يا تاسع هلا إذا طلعنا إنه صاد زائد واحد موجودة بالمقدار الأول موجودة في المقدار الثاني موجودة في المقدار الثالث لا فإذن هي ليست عامل مشترك طيب صاد ناقص واحد موجودة في المقدار الثاني وموجودة في المقدار الثالث بس بالمقدار الأول مش موجودة طيب فيه بين الثلاث مقادير عامل مشترك؟ لا بهاي الحالة منعتبر العامل المشترك الأكبر إيش واحد العامل المشترك الأكبر واحد لما ما يكون في عنا مقدار كامل بين الثلاث مقادير من يكون العامل المشترك بيناتهم واحد يام تاسع كمان مثال لو كان عنا 14 ميم سين زائد 28 ميم وعننا 6 ميم سين زائد 2 لكل تربيع وعننا 6 ميم سين زائد 12 ميم طيب نبدأ في الأولى هلأ عندي عشانة 14 اللي هي 7 في 2 وعندي 28 اللي هي 7 في 4 طيب هلأ أنا ممكن إذن أوخذ السبعة في 2 عامل مشترك إذن الـ 14 كلها رح تكون عامل مشترك وعندي أش كمان الميم 14 ميم طيب شو ضل عندي ضل عندي سين زائد 2 من المقدار الثاني طيب هادي أش دعو أحللها رح أحللها لـ 6 ميم هاي عبارة عن سين زائد 2 مضروبي بنفسها لأنه التربيع لها هو عبارة عن قصين مضروبين ببعض طيب المقدار الثالث أنا عندي هنا 6 و12 والـ 12 عبارة عن 6 في 2 فإذن الـ 6 عامل مشترك والميم عامل مشترك بيضل عندنا سين زائد 2 سين زائد 2 طيب هلأ لو إجينا لـ الـ 14 اللي موجودة هاي هي عبارة عن إيش هي عبارة عن سبعة في اتنين هي عبارة عن سبعة ضرب اتنين والستة عبارة عن تلاتة في اتنين والستة هاي تلاتة في اتنين فإذن أنا عندي التنين هاي كمان مشتركة بناتهم فإذن لما بدي أكتب عين ميم ألف تساوي أول إشي رح أخذ لتنين بعدين عندي ميم 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 إذن كمان الميم هلأ مين كمان سين زائد 2 بأخذ كل إشي عامل مشترك يام تاسع طيب هلأ تاسع تدريب 11 صفحة 30 بيكون معنا واجب إن شاء الله تدريب 11 صفحة 30 فرع ألف وبا بنحلل كل مقدار فيهم نوجد العامل المشترك بناتهم وبنكتبه يام تاسع إن شاء الله الحصة الجاي من حل تدريب 11 ومن حل تمرين ومسائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته